بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة مهمة للغاية هنتعرف فيها على معجزة من معجزات الله التي يجريها على أيدي البشر وهي علاج الشلل النصفي وإعادة القدرة على الحركة للمرضى بعد أن فقدوها تماما الحكاية دي أو البحث العلمي الجميل ده حصل في معهد من أكبر معاهد البحوث العلمية في أمريكا اسمه معهد سالك والمعهد ده متخصص في الشفاء يعني بيدور على الأمراض المستعصية في البشر ومش بيدور لها على علاج لا بيدور لها على شفاء شفاء تام فمثلا مرض السكر من نوع الأول كنت اتكلمت في حلقة قبل كده على أن هما بيدوروا على شفاء تام وقربوا يوصلوا الحكاية دي واللي حب يتفرج على الحلقة دي يرجع لها هنروح بقى معهد سالك ده والعالم اسمه إيمان عظيم عالم شاب وهو من اسمه كده إيمان عظيم يعني عامل حاجات رهيبة جدا جدا بالاشتراك مع جماعة سويسريين معهد بحوث سويسرية ومستشفى كليفلند ويعني عاملين إنجاز علمي رهيب جدا الجماعة دول جابوا تسع أشكاص من المصابين بالشلل النصفي إسرى تعرض العمود الفقري بتاعهم لردة قوية جدا والحكاية دي يا جماعة بتحصل كتير قوي لدرجة إن في الولايات المتحدة بس فيه ربعمية وخمسين ألف مريض بالشلل النصفي أكتر من نصهم من الزكور وأكتر من نصهم كمان من الزكور الشباب نظرا لكسرت الحوادث اللي بتحصل للشباب وكسرت الخناءات والمعارك اللي بيقوموا بيها وكسرت الحروب والمشاكل والكلام ده فبتحصل خبطة في العمود الفقري بتفقد المخ الصلة والتوصيل بينه وبين الجزء بتاع الجزء والأطراف والقدر على الحركة ويعني الغريب إن العمود الفقري والحبل الشوكي في منطقة الجزء والأطراف بيبقى سليم تماما ولكنه خارج الخدمة يعني إيه خارج الخدمة؟ يعني الخبطة اللي حصلت فوق دي عند العمود الفقري من فوق قدت إلى فصل الاتصال فقط لكن الحبل الشوكي سليم وممكن تشغيله بطريقة أخرى أو توصيل إشارات عصابية له عشان يبدأ يستعيد الحركة الأخ إيمان عظيم ده عمل الحكاية دي مع تسعة من المرضى المتبرعين وكلهم من الشباب اللي يتبرعوا إن هم يجرى عليهم التجارب دي لأن طبعا موضوع إنك أنت تفقد الحركة بعد أن كنت شاب وبتجري وبتلعب وعندك هو وعندك نشاط ورياضي وفجأة تفقد الحركة ومش بس الحركة كمان معظم المرضى دول بيبقوا فقدين الإحساس حتى مجرد الإحساس نفسه في الطرف الأطراف السفلة ماشي بيبقى موجود فالجماعة دولة برعوا على أمل إن يعاد لهم أي شيء من الحركة ولو حتى بس يقدروا يروحوا الحمام أو يقدروا يمشوا حتى لمسافة بسيطة قصيرة جدا بيجرى لهم عملية بسيطة قوي بيزرع فيها قطب أو إلكتروت كده قطب معدني من 16 فردة من 16 وصلة بيتحطوا لهم فوق الغشاء بتاع النخاع الشوكي الغشاء اسمه الجافية ويبدأ يتحطوا لهم وكمان يتوصل على جهاز يتزرع لهم في بطنهم الجهاز ده يدي نبضات وإشارات للوصلة اللي متوصلة على النخاع الشوكي دي علشان تنشطه وتنبهه ويبدأ المريض يستقبل إشارات عصبية من جديد ولكن مصدرها بقى دلوقتي مش المخ مصدرها الجهاز اللي حطناه ده الغارسة اللي تزارعت دي الأضيب المعدن ده فيبدأ يتحول يبدأ يتحرك وهنا بقى نشوف الفيديو بتاعنا ده آآ يعني أول ما ركبوا الأجهزة وبدأوا المرضى خرجوا من العمليات وطبعا عشان عضلاتهم بقالها شهور وشهور ما بتتحركش ففي ضمور في العضلات فمركب لهم حوامل يشلوها ويبدأوا ده يدربوهم ومع الوقت بدأت المرضى دول يتحركوا بصورة معقولة جدا الصورة المجمعة دي بتجمع كل التسعة مرضى وهم بدأوا يتحركوا وعلى عكازات بدأ للشيالة اللي كده بتشيلهم من فوق دي وبعضهم كمان بدأوا يخرجوهم يسيبوهم يخرجوا على عكازات كده زي ما انت شايف في الفيديو ده ويخرجوا ويمشوا في الجناين ويتمشوا في الطبيعة والجهاز ده شغال انجاز عظيم عملوا الأخ يمان عظيم وفي معهد سلك وكمان ما اكتفوش بكده عملوا شرايح بقى مخصوصة عندها قدرة أكبر على التفاهم مع الأعصاب اللي في الحبل الشوكي علشان في المستقبل عملية التحكم في الحركة تبقى أقصى دقة وشبيهة أكتر بالحركة الطبيعية والإشارات الطبيعية اللي المخ بيصدرها للأعصاب بتاعة الحبل الشوكي وعشان تتحرك إمان عظيم ما اكتفاش بكده كمان إمان عظيم جه بيدور على الجهاز العصبي اللي بيستمسؤول أو العصاب اللي مسؤولة عن الحركة دي لأنهم لقوا ايه يا جماع لقوا ان المرضى دول حتى بعد ما شالوا منهم الجهاز ما رجعوش مشلوبين تاني رجعوا يتحركوا يعني أما قعدوهم 6 شهر و 8 شهر على الجهاز ده مجوهم شالوا منهم الأقطاب دي وشالوا منهم الجهاز لقواهم لسه بيتحركوا مش المفروض احنا بمشرنا جهاز يرجع لهم الشلل فعرفوا ان في تنشيط حصل فيه آآ ألياف عصابية جديدة اعاد تنظيمها واعاد تنشيطها واشتغلت بدون الحاجة إلى الجهاز إمان عظيم بقى بيدور على الأعصاب دي بيشوف ايه هي لا سبحان الله ان ربنا سبحانه وتعالى خالق خلايا عصابية احتياطية وألياف عصابية احتياطية لا تعمل في الإنسان العادي خالص يعني وانت انسان عادي مش شغالة عندك خالص ما بتشتغلش اول ما يحصل موضوع الشلل النصفي ويبدأ التنشيط بيتم تنشيط الالياف دي وهي الالياف دي اللي بتشتغل فطبعا عشان يسبت الكلام ده جاب بقى في ايران تجارب بعد بقى عن الانسان وعن التسعة دول لان هيبقى فيه قطع الاحبال وقطع الاحبال الشوكية فبقى جاب الفران دي وعمل فيها نفس الردة او الخطة اللي فيه حبل الشوكي فوق كده وعخلهم جاب لهم شلل نصفي وبدأ يعمل لهم تنبيه بالتنشيط العصبي ده وبدأ يشوف يخلهم ياخدوا قدرة على الماشي ويمشوا هنا بقى هما ماشيين متوصلين بالجهاز اللي بيديهم نبضات كهربية وهنشوف في الصورة دي مقارنة بين الجهاز وهو شغال تحت وبقدرين يمشوا لكن في الصورة اللي فوق عندهم شلل لانه هو مطف في الجهاز وما بيديهمش اي نبضات كهربية العجيب بقى انه زي ما بيحصل في الانسان لا بيحصل في الفار برضه بعد فترة كبيرة شلوا منهم الاجهزة دي لاوا ان الفران لسه برضه عندها قدرة على الماشي برغم ان ما فيش اي نبضات كهربية فراح جايب جهاز تصوير بيصور بيصور العصب بيصور العصب بمادة مشاعة كده تطلع تبين العصب بينور بيبين العصب اللي بيتنبه لقاه عصب تاني خاص غير العصب اللي هو المسؤول عن الحركة في الفقر العادي وفي الانسان العادي لقى عصب تاني مركونة على جنب فأثبت العملية دي بما اللي يدع مجال للشكل جاب فران سليمة وقطع لها العصب الاحتياطي ده وصورها بقى بالاشياء على المنوارة دي لقاها بتمشي عادي جدا يعني العصب ده احتياطي ولا علاقة له في الوضع الطبيعي بالحركة بدليل بعد كده انه قطع العصب ده وقطع العصب التاني فقد الحركة حتى بعد التنبيه هو كلام كتير جدا يعني فيه ومصوره واسباته ونشر البحث ده في مجلة علمية كبيرة جدا اسمها مجلة نيتشر ويعني عامل طفرة كبيرة جدا وهو ايمان عظيم بيقول لك ان دي بداية فقط لعملية استرجاع الحركة للمصابين بالشلل النصفي الكامل اللي بيفقدوا فيه الحركة والاحساس ده كان موضوع النهاردة عن معجزة من المعجزات العلمية وإلى لقاء في حلقة قريبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته